وبالنسبة معنا في أخبارنا كمان الفلوس الأول خبر يخص طبعا أصحاب الهمم خبر عالمي خبر يعني مفجأة إن شاء الله طبعا هنحط عليه الضوء ولكن هكون في آخر الفقرة الحوارية بإذن الله خلان نروح للأخبار أول خبر معنا هي كرة اليد في النادي الأهلي رجال طبعا قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز اللي ما قاعد مع الفريق إن شاء الله ثلاث سنوات قادمة بدأة من الموسم ده كان عنده مباراة هذا الإسبوع مع طلاق الجيش الفريق المحترم كان المباراة في منشيط البكري صد منشيط البكري بفشالة الجيش أو طلاق الجيش في منشيط البكري المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي 32-25 الشوت الأول كان خلص من نتيجة 15-14 بعد كده يعني زودنا الفرق لسبع أهداف انتهى 32-25 الفرق عدت بشكل جيد والفريق ترفع رصيده ليه 23 نقطة حققهم من فوز في سبع مطشات والتعادل في مطش واحد قدام هليوبلس وبقينا في المركز الحداشر وفريقنا مؤجل ليه 6 مطشات يعني مش عايزين ناس تتخض في المركز الحداشر ازاي لا احنا عندنا 6 مطشات مؤجلة لو فوزنا بيهم بنتصدر جدول الترتيب مباشرة الفرقة بضع شكلها طبعا يظهر في المطشات اللي فاتت شوية شوية طبعا بصامات المدير الفني مش هتظهر مباراة بعد تانية مباراة بعد تانية هيبقى الأداء أحسن وان شاء الله مع عودة المصابين هيبقى أداء الفرقة بشكل جيد اللي عايز أقوله أن دلوقتي خلاص الفرقة بقى فيه استابلتي فني بالنسبة للجهاز الفني الجهاز فني على أعلى مستوى level 1 في أوروبا يعني ديفيد ديفيز هو كان مدير فني منتخب مصر السابق ولكن هو في أوروبا بتصنى في كلاس A من المدربين فده معناه أن انت محققت استابلتي 3 سنين قدام الجهاز فني عالي وده اللي كان محتاج والنادي يعني مش محتاجين كل شوية نوعد نغير مدير فني وده اللي فطن إلي مجلس إدارة النادي الأهل ونشاط الرياضي أنه لازم يحصل استابلتي فنية للفرقة الفرقة زي ما قلت حضر لكم شكلها بيتغير من يوم ليوم بيبقى فيه طبعا فهم أكتر للتاكتك للنواحي الفنية بس أنا عايز أقول ملاحظة كده شفتها بسرعة أنه طبعا واضح أن احنا في الشوت التاني يعني فرقنا 6 مع فريق محترم زي فريق طلاعي الجيش معنا كده أن احنا بدأنا أو يعني بدأ يظهر تقول لنا في نهاية المباراة وده اللي احنا كان عندنا مشكلة آخر دقائتين تلاتة أو آخر ربع ساعة من الشوت التاني يكون عندنا ضرب بقوة أتمنى إن شاء الله أن ده يكون الطريق الصح ما تبقاش مباراة وبس يبقى احنا فعلا بدأنا نحط دينا على سبب المشكلة آخر ربع ساعة آخر خمس دقائق ولكن لو أنت تفوز على طلاع الجيش ست أهداف الشوت التاني منفصل يبقى أنت إن شاء الله بدأت تتفقن إلى مشكلتك اللي كان بتبقى غالبا في الشوت التاني